السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض الحلاوة التحانية بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم والمقدير تلاتة بس ان شاء الله يكونوا موجودين في كل بيت يلا نسمي الله ونصلي على الرسول علي افضل الصلاة والسلام نشوف مقدرنا ايه بس قبل ما نشوف مقدرنا اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش يفرحني واشترك فيها ويفعل الجرس على الكل علشان كل منازل فيديو جديد يوصلوا اشعار بي وما تنسونيش باللايك لوا الوصفة عجبتكم ويلا بينا نشوف مقدرنا ايه اول حاجة كباية من السكر البودر كباية من اللبن البودر كباية الربع من الطحينة السكر البودر ده انا طحناه في البيت ونخلاه كويس جدا هنجيب بولة فاضية ونبتدي ننزل فيها اول حاجة بالسكر المواد الجافة الاول وبعد كده هنزل عليها باللبن بتاعي السكر مخطوش كله علشان انا مستدنية بس ادوق درجة الحلاوة زي ما انا عايزة ولا لا هدي ميزة بقى ان انا بعملها في البيت عشان اصبط السكر بتاعها ونضافة طبعا هنزل بقى بالطحينة حبة بحبة اخلي بالك عشان فيه طحينة ساعات بتبقى خفيفة وفيه ساعات طحينة بتبقى تقيلة فواحدة واحدة احنا هنفهم مع بعض الموضوع ماشي ازاي؟ خلاص هتبقى سهلة جدا بتخطي الطحينة حبة بحبة لغاية ما تلاقي القوام بقى زي الرملة المبلولة هو ده القوام الناجح ليه وحقولك دلوقتي واحنا شغالين ازاي تعرف ان هي بقت خلاص مزبوطة معاكي؟ هنشوف مع بعض انا هسيب بقى الاسباتيولا دي وحبتدي ان انا اعمل بأيدي علشان خاطر اوريكو الملمس الصح عايزة تشتغلي بالاسباتيولا لغاية الاخر اوكي بس انا عشان اوريكو فلازم هشتغل بأيدي يلا بقى نفضي كده ونقول بسم الله ودائما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام نستغفر دائما ان انت كده بتعمدي اي حاجة دائما يكون ذكر اللي على لسانك ربنا يبركلك في اي حاجة وطمن قلبك دائما بابتدي ان انا افرق فيها كده علشان انا عايزة كل الطحينة تمتزك بالسكر واللبن مش قادر اقول لكم كيما غذائية عالية جدا للاطفال ولادك هيحبوها جدا 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 ان شاء الله لاني هي ما تفرقش خالص عن بره اه وكمان لو عندك فانيليا سيلة حتي شوية صغيرين اعتدي ريحة حلوة جدا بس انا للاسف ما كانش عندي يبصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه وان انت تيجي تمسكيها في ايدك كده تلاقيها تكتلت تعرفي خلاص ان هي نجحة معاكي تبقى عاملة شبه الرملة المبلولة ولما تيجي تدوميها في ايدك تديك ايه قطعة كده انا ببتدي اهو زي ما انتو شايفين اهو بصوا ما شاء الله اللون تحفة وفتحة وزي الفل هقرب عشان اوريكو تبقى شبه الرملة المبلولة وتيجي تمسكيها تعمل ايه تكتل معاكي كده في ايدكي دلوقتي انا هجيب علبة فضيع اهي انا كان عندي علبة حلوة فضيع هبتدي ان انا جيب كيس تلاجة وحنزل بيه فيها بصوا اه خطوة دينا هعملها عشان انا عايز اقلبها عشان اوريها لكو عشان انا بصور اما انا من غير ما بصور مش بحط كيس ولا حاجة ملووش لازمة بقطع من علبة خلاص اهو هنزل فيه بالحلوة بتاعت افريدينش عايز نعملها بالمكسرات هتحط شوية مكسرات في الارضية وشوية مكسرات جواها سوداني بقى بندق فصدق اي حاجة انا حبيت النهاردة ان انا عاملها سادة افريدي انت عايزة تعملي حلوة بالشوكولاتة بتجيبي معلقتين من الكاكاو الخام وتحطيها عليها هي دي الكاكاو بالشوكولاتة وممكن تقسميها نصين تحطي نص حبة عليه كاكاو وحبة من غير كاكاو كتغيير يعني لولادنا هتعجبهم جدا برضو على فكرة وحيحبوها قوي دلوقتي انا بعمل ايه اهم خطوة دي ان انت تكبسيها كويس جدا ببتجي ان انا اكبس كويس جدا بأداية شايفين سهلة ازاي مش تاخد معاكي والله اكتر من عشر دقايق وحتكوني مخلصاها ولا حتى عشر دقايق اقل من عشر دقايق خمس دقايق وحتلاقي نفسك عملاها او في ثواني اهو طبعا تربزة الصينية اللي انا بعمل عليها دي نضيفها حتى واعت كده فحنحطوها وهنبتجي نكبس تاني وكمان زيادة تأكيد هجيب كوباية وابتدي ان انا اكبس بيها بردو اهو هجيب كوباية بس اسفى جدا على صورتي ان انا عندي برد يعني الحمدالله اه بصوا اهو بقبس كويس جدا بلوقتي هغطيها وراح حطها في التلاجة بتقطع من ثلاث ساعات لاربعة وصاعات والله بعد ساعتين بلقيها بقت خلاص مستها وحلوة بس كده يلا بقى انجيب طبق ونطلعها مع بعض ونشوفوها بعد ماركات من التلاجة بنقول بسم الله بسم الله حطيت لها معاجي طبعا بكل سهولة وهو بقت عندي احلى حلاوة طحنية هتعجبك اوي 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 بصوا اللون بصوا وحوريكو دلوقتي القوام هنقطعها مع بعض ونشوف الله على الجمال حلوة جدا 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 شايفين بقى مجبوسة حلوة ازاي يلا جربيها ان شاء الله هتعجبك متنسيش تكتبيه تعليق حلوة منك بقى لو الوصفة عقبتك حصل حادث اصلكم في رعاية الله ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة